اشتركوا في القناة هذا التأخر وانا الاحترام الكامل للقضاء يعني هذا التأخر في المحكمة الدستورية لما كان مجلس الشعب نظرت في الامر بسرعة جدا وبتت في الامر وهذا دستور البلاد هذا التأخر في المحكمة الدستورية بتعتقد التفسير القانوني ليه ايه؟ لا لا هو نفس الحد على فكرة ما تدرش قبل خمسة واربعين يوم وده اتعمل ايضا في بس الاعدل خمسة واربعين يوم ما احنا كنا كانت الخصوم باروء انه يعني ليه خمسة واربعين يوم ده المحكمة الدستورية بتقعد بالسنين عشان تنزل طبعا ده كان رأيهم لكن في النهاية في نهاية الموضوع لا يوجد قضية اهم من قضية الدستور نعم واده من رأي انه لابد ان تقصر كل المسافات عشان امر يحسب لانه ايضا احنا محناش في قضية عادية يعني تحتمل انه انه عضاء الجماعات الاساسية يردوا المحكمة ويعطلوا للمحكمة ويقلبوا اجل الاطلاع ويعاملوا خصومة واحد يتدخل واحد يخرج ده في القضاء الادار ده في القضاء الادار عشان يعطل فصل كما لو كنا في قضية نفقة ده كلام لا يليق من دولة انها تتعامل على القضاء الكلية الجوهرية الاساسية بهذا المنطلق بهذا الامر وعلشان كده الامر الان الكرة في منعب الرئيس مرسي تطلب ايه من الرئيس مرسي يعني شايف رئيس مصر يجب ان يفعل ايه في مثل هذا الموقف امام جماعية السياق طرها البرلمان منظورة امام القضاء هاحترم احكام القضاء اذا طلعت احكام القضاء اللي اسم تلعتش عندما تصطدم كل المكونات الاساسية التي قامت عليها هذه جماعية السياق جماعية السياق قائمة على قبول النسلة على توافق ان المجتمع عليها عندما يزبط له انها غير متوافقة وانه في خصومات شديدة وانه في خلاف شديد وانه في خصومة جادة امام محكمة دسترية وفي خصومة جادة امام محكمة القضاء الاداري مانفحش يسيب المحكمة تجري الجامعية الساسية تجري علشان تنتنفذ شايفوا يقدر ياخد قرارات ايه ولا تكون مخالفة للقانون وايضا لابد ان انظر للقوى الاخرى التي ستغضب من مثل هذا القرار زي الاقوى المسلمين زي بعض الطائرات السلفية هتقولك احنا التزمنا بالقانون ليه الرئيس تدخل في دي؟ الرئيس لا هو الرئيس تدخل تدخل بانه قاعد يابحث عن توافق علشان الجامعية دي تعدى ما عدتش ومحدش موافق عليها ومحدش هيقبلها طب انتظر حكام القضاء امام الرئيس ان يقول ان انا مش هوجري استفتاء ومش وتشاوره زي ما انتوا عايزين بس همد المدة لغاية من المحكمة طب حل تاني الحل التاني هو انه ان يصدر قانون متعلق بمعايير الجامعة الساسية ويعيد اي شك اللاجنة بقى انا ما زلت بارجع تاني لرأي انا قلته في البداية ان جماعية الساسية دي يجب ان تقوم على معايير في الاختيار هذه المعايير هي معايير لعناصر منتخبة ومعينة طبقا للقانون علشان تحفظ القيمة التمثيلية للمجتمع يعني لما نقول ايه رؤساء الاحزاب كلهم من غير انتقاء ونقول رؤساء النقابات كلهم من غير انتقاء المنتخبين ونقول رؤساء الهيئات القضائية كلهم من غير انتقاء ونقول رؤساء اقسام القانون الدستوري في الجامعات المصرية من غير انتقاء ورؤساء الجامعيات الرئيسية في المجتمع المدني من غير انتقاء هما هما دول الجامعية التاساسية يدعى للانعقاد يتسموا يعني كل واحد بقى يشوفوا نقيب المهندسين مين ونقيب الزراعي مين ورئيس الحزب الفراهمين ويتعمل بهم كشف دول يضيفوا للجامعية العدد الملائم اللي يغطي الكفاءات اللي نقصة يغطي المرأة اذا كان في نقص في المرأة يغطي الشباب اذا كان في نقص في الشباب وتبقى دي الجامعية التاساسية المعبرة هنا انت مخرجتش عن التمثيل لانه دول كلهم ممثلين مجتمع صحيح منتخبين من خلال مواقعها ومنتخبات حرة او معينين في وظائف محترمة بقصص علمية ده مش هياخر العملية الانتقالية اللي في مصر يطولها احنا متأخرنا سنتين من غير لزوم لان احنا ما عملناش كده من الاول لانه عملنا كده اندينة كلها هترضى وهتقبل ومن غير نسبة من غير نسبة التصويت لازم يبقى فيه نسبة عالية لساعتها لا مش هيبقى فيه غلبة لا للتيار المدني ولا للتيار الاسلامي ولا الحرية والعدالة ولا للوفديين كل الدنيا هتبقى موسلة داخل الجامعية التاساسية طبعا عشان انا فرقت سؤال تخوف القول مدنيه من المادة عشرة اللي بتتكلم عن حماية الدولة والمجتمع للاخلاق لكتشوف البدنة دي تستحق التخوف طبعا سيد الفاضل احنا اصلاحنا اللي بيلعب بالجامعية التاسية وعايز يخطفها ما يطمنيش هو بيضع نصوص بهذا الشكل هذه النصوص التي تفتح باب التسلط دي مداخل التسلطية ايه التسلط في ده؟ التسلط انه بقى يقولك اه انا باحمل مجتمع فاعمل بقى جامعية امر المعروف هنا يعني المنكر اعمل جامعية تحدد زي الرجالة وتحدد زي الستات ده ليه رقابة المجتمع بقى؟ يعني هنخش في تفاصيل هتستمد قداستها من النص الدستوري واطعم بقى مدمح او اخش في اجراءات تقاضية انت ليه تدخن في دوامة من الاول؟ ليه تحط نصوص بهذا الشكل؟ حماية المجتمع موجود القانون هو اللي بيحمل المجتمع طبعا حط قانون صح؟ كل ناس هتمش عليه كل ناس هتلتزم عليه انما انت تقولي تفرض علي القوامة وبعدين القوامة من مين؟ من مين؟ يعني جبتوا منين ده؟ احنا فجأة اتكشف عنصرين واحد اسمه البلكيمي واحد اسمه علي وانيس دول كانوا طيار اسلامي سياسي تخيل بقى دول هما جماعة الامر المعروفة انها على المنكر لو ما كانش موضوح بالكشف لو ما كانش البلكيمي ما عملش عملية التجميل علي وانيس النهار ده خدر بعشقهم ولا التاني بتاع الشارع ده حق من نهاية لو ما كناش عارفنا يعني وكانوا جمسكوا جماعة الامر المعروفة انها على المنكر شوف مصر كان احصل فيها ايه؟ ده كانت بقى تقول كلها في الطريق العام وشغالها عرفيات اخير انضحكت انت عندك امراض نفسية زينا في الفترة الاخيرة دي؟ يعني بتكتائب ونشيك اخبار لا مش لدرجة الاكتائب لكن طبعا شيء زهأ شيء يخنق فعلا وشيء يخلي. لانه في النهاية طب انتو عايزين ايه يعني؟ انتو عايزين تاخدوا البلد يعني عايزين تخطفوها مش هنسيبها تتخطف مش هنسيبها تتخطف مش عايزة كلام بشكر حضرتك جدا شكرا واردينر شكرا بكرة اللي عنده اكتئاب او احباط او اتخنقنا او ذهقنا او بيقول حتى مش هيسبها معي الدكتور احمد اوكاشا بكرة اللي عايز يقول اه يكلمنا غدا حلقة جديدة من ممكن تصبعه على خير